وأكدت وزيرة التضامن الجزائرية كوثر كريكو أن الجزائر تحرص دوما على الالتزام بالطابع الاجتماعي لنموذجها التنموي من خلال تعزيز برامج التضامن وأليات تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التنمية كريكو في كلمة لها خلال الدورة الثامنة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة عرضت تجربة الجزائر في مجال حماية المرأة وتمكينها وجددت التذكير بمختلف الإجراءات المتخذة في سبيل تعزيز دور المرأة في المجتمع على غرار مبدأ المناصفة في الترشح لانتخابات المجالس النيابية وسياسة التشغيل القائمة على المساوات تواصل الجزائر نضالها من أجل المساوات بين الجنسين وتمكين المرأة على جميع الأصعدة وفي هذا الإطار أعاد دستور 2020 التأكيد على المساوات بين الرجل والمرأة كما أدرجت الحكومة كمحور ذي أولوية في خطة عملها تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة من خلال إقرار المناصفة في سوق الشغل مبدأاً دستورياً كما تعمل الدولة على تعزيز استقلال المرأة لا سيما في المناطق الريفية والنائية وتسعى جاهدة لمنع جميع أشكال العنف ضدها ومنح الضحايا من النساء ضحايا العنف تكفلاً ومساعدة قانونية تلقائية ومجانية ترجمة نانسي قنقر